ينفع الملائكة تصافح حد أيوة أممال إيه ينفع طبعا وده اللي سيدنا النبي بيشير إيه لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر يعني أحوالكم الإيمانية الرقية ويعينكم على ده ذكركم لله إنك تكتر من ذكر ربنا عز وجل يبقى لك حال مع الأذكار النبوية الصحيحة حال مع أذكار الصباح والمساء ما تضيعاش وما تفوتهاش لك حال مع أذكار اليوم والليلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا وإنت داخل البيت تقول إيه وإنت خارج من البيت تقول إيه وإنت داخل الخلاء عزك الله يعني الحمام تقول إيه وإنت خارج من الحمام تقول إيه وإنت رايح شغلك ونزل السلم تقول إيه وإنت طالع مكان عالي تقول إيه وإنت داخل المسجد تقول إيه وإنت خارج من المسجد تقول إيه وانت راكع تقول ايه وانت ساجد تقول ايه وانت فتحيات تقول ايه وانت بعد الصلاة بعد الصلاة المفروضة تقول ايه بعد صلاة الوطر تقول ايه وانت في دعاء القنوة كل دي اسمها اورادي اليوم والليلة صدنا النبي ما سبلناش تفصيلة من تفاصيل حياتنا الا وعلمنا فيها نعمل ايه ونقول ايه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وكل ده العلماء اهتموا به وجمعوه في كتيبات صغيرة كده يعني سيدنا الامام النسائي علي رحمته الله وبركاته جمع لنا جمع لنا الشغلانة دي في كتيب جميل كده اسمه اورادي اليوم والليلة امام النسائي ده متقدم ميت سنة 303 هجري عمل الخدمة دي للمسلمين من القرن شوفوا ميت في اول القرن الثالث سيدنا الامام النسائي ومن المعاصرين اللي عمل الهتم بالقضية دي من المعاصرين عندنا فضلت الشيخ المحدث الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله وتعالى عندنا شيخنا الشيخ محمد اسمعيل مقدم حفظه الله وتعالى عندنا سيدنا الدكتور سعيد ابن وفي القحطاني رحمه الله وتعالى وغيرهم وغيرهم عملوا الاذكار الصحيحة عن سيدنا رسول الله جمعه لنا في كتيبات صغيرة طبعا يعتبر اشهرها كتاب الشيخ دكتور سعيد ابن وفي القحطاني الله يرحمه واسمه ورد حصن المسلم حصن المسلم كتيب صغير كده بحجم الجيب اصغر من نص كف ادينا حصن المسلم ده جميل 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 وهو كتيب مبارك كتب الله تعالى له القبول في الارض المفترض ان الكتيب ده يبقى موجود معانا ومع اولادنا موجود في كل بيت والكتيب ده نخلي اولادنا يهتموا به واولادنا مش ههتموا به الا لما يحسوا ان احنا مهتمين بهذا الكتاب اشتري نسخة لكل طفل موجود في البيت وممكن نعمل مجلس نععد على هذا الكتاب كل يوم انت تقرأ معاهم ورد واحد ذكر واحد من هذه الاوراد الصحيح تعالوا يا اولاد تعالوا نتعلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه لما يخرج من بيته بكرة تعالوا نتعلم كيفا كده حفظنا الورد ده نتجمع بكرة بقى على ورد تاني تعالوا نتعلم سيدنا النبي لما كان بيدخل بيته ويقول ايه يبقى انا باخد اجر في نفسي وتعلم واخد اجر في الاولاد واعلمهم اعلمهم وسيدنا نبي كان خارج من بيته ويقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي يا رب العالمين الاذكار النبوية دي في اليوم والليلة مهمة 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 ولها عامل مهمة جدا في تثبيت قلبك على الحل الاماني يبقى ايه اللي بيثبت قلوبنا لما احنا نحس بالخشة نحس بالسكينة نحس بالذلة الى الله نحس بالشوق الى لقاء الله نحس بالطمأنينة نحس باللحظة كده من التجلي والبكاء من خشة الله عز وجل ايه اللي يخلي الحال الجميل اللي انت فيه ده يطول معاك يطول قوي الذكر المدومة والذكر المدومة على العمل الصالح والاذكار طبعا ومن الاذكار برضو الاذكار المطلقة يعني التكبير المطلق التحميد المطلق التسبيح المطلق التهليل المطلق الحوقالة الحسبالة الحوقالة يعني تقول لا حول ولا قوة الا بالله الحسبلة يعني تقول حسبي الله أو حسبي الله ونعم الوكيل إنك تعمل أوراد من هذه الأذكار ده مهم وإيه مطلقة يعني تقعد تقول مثلا نص ساعة أو ساعة تقول سبحان الله سبحان الله وهكذا الحمد لله الحمد لله الحمد لله وما يحلو لك واللي أنت تلاقي قلبك اشتغل بقى معه بزيادة اثبت عليه طول النفس فيه ده من الحاجات المهمة اللي بتثبتنا على الأعمال الصالح وتثبت معنا الأحوال الإيمانية